السلام عليكم يعطيكم العافية معاكم احمد اضميدي من قناة ماي بي لابس بعد انقطاع عن القناة قريب السنة بسبب احداث غزة فهذا يعتبر اول مقطع بنزله والصراحة كنت متردد هل انزل فيه من الاساس ولا لا ولكن بسبب العادة السنوية منذ بداية القناة تقريبا في الحديث عن ابل وايفونها جديد بشكل خاص السخري من هاي الشركة وممن يسبحون بحمدها قررت استكمل هذا التقليد ولكن مع التخفيف من حدة الهجوم او السخري طولت عليكم بهاي المقدمة الطويلة وكلونا نبلش طيب ابل اعلنت عن اجهزتها الجديدة الايفون 16 وال16 بلاس وال16 برو والبرو ماكس حيكون الحديث مقتصر ومختصر فقط على فلاكشيب طبعا ما في داعي ان اذكر مواصفات الجهاز لنها معروفة بس يعني ريلي يا جماعة ابل جد يعني الحقي هذا بنحكيه كل سنة بس الوضع زاد شوي هل فعلا بتعتبروا انه لكم الصوت لدى شركة ابل ومسموع ممكن انه يتغير اشي في المستقبل ولا انتو بس من جماعة take my money عن نفسي انا بعتبركم هيك سيبونا من بهرجة ابل اللي دايما تعمل انها توصف القديم وتخليه جديد بشكل مبهر واعلاني ومكبول للسامعين منكم يعني مثال على هذا الحكي زر الكاميرا اللي اضافوه جديد على الجهاز عشان يعني كان انه يعطيك شعور انك ماسك كاميرا مشترفون مع انه جماعة الاندرويد زهكانينها الاضافي القيمة من سنين بل حتى الموضوع اقدم من كل نظام الاندرويد وشركة ابل مجتمعين كان هذا الاشي موجود ايام جلسة الصوني اكسبيريا اوكي مش نفس البهرجة اللي عملتها ابل بس كان موجود ممكن يجيني واحد ويكلي ابل عملتها بشكل احلى واضافة مش عارف ايش عزيزي ماليش خلك اناقص شخص براس مربع فحلك من هان مش ناقص وعندك كمان الذكاء الصناعي اوكي حلو وسامسونج عملتها مع الاربع وعشرين الترا تمام بس الفكرة مش هتعمل لك اضافة كبيرة وهذا الحكي بشكل عام مش بس ابل الا اذا انت حابب تلغي وظيفة الدماغ عندك بشكل جزئي وتعطيها للذكاء الصناعي واضح ايش برجعلك بنكرش انه ممكن يكون ايش مفيد بس كمان مش ذلك الشيء الواو بل حتى ممكن يزيد من عدد السعرات الحرارية عندك من فوق وتحت اذا فهمت شو باقصد بالنسبة للكاميرا فهو ذلك الشيء الوحيد اللي ممكن يعتبر ترقي فعلي للجهاز اللي هي الفور كي مية وعشرين وطبعا طبعا ما زالت جزيرة الهابل موجودة يعني حتى مستخسرين وما زالوا مستخسرين في المستخدمين انهم يحطوا فتحة كاميرا فقط في الشاشة وباقي الامور من السنسورات وخلافه تكون مخفية ويعملوا جزيرة الهابل كسوفتوير تفتح وتسكر ممكن يكون موضوع عادي بس يلا اوكي ماشي ماشيها ماشيها يعني انت حرفيا بدك تدفع كذا مبلغ عشان اضافوا لك زر جابو لك الايفون خمستاش مطوا في الطول شوي يعني بدهم يدلعوك من تدافع حطو لك بزيادة اثنين لثلاثة اربعة بوصة للشاشة وزادو لك من حجم البطارية ورشو لك شوي الذكاء الصناعي والله يعني انتك تيجي للحق فعلا البني ادم صار بده ذكاء صناعي كل سنة عن سنة الاي كيو تبعه بنزل فلازم يكون فيه دعم وغيروا لك الجهاز من خمستاش لستاش اسيد الى على الوخير انا حكت في لهان ما بدي اخوض كثير لان اذا كملت اكثر صقف السخرية عندي حيزيد حبيت تدعم تدعم ما حبيت هذا اشي برجعلك وباختم هذا الفيديو وبقول اللهم انصر اهلنا في رزة واهلنا في شمال الضفة اللهم امكن لعبادك المستضعفين في الارض كما مكنت للذين من قبلهم اللهم امنهم من خوف واطعمهم من جوع واستر عوراتهم وداوي مرضاهم وجرحاهم وارزقهم صبرا فوق صبرهم وسدد رميهم ورأيهم اللهم نصرك الذي وعدت اللهم امين